السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعده فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة حلقة النلادي هي الحلقة القبل الأخيرة وحلقة في منتهى الأهمية على فكرة الحلقة دي بالذات يهمني أوى أوى أنها توصل لجميع نساء المسلمين في كل أخطار العالم كثير من النساء بيتألموا لما يسمعوا كلمة أن الرجال لهم الحور العين ولو أن بعض بلنيها بادة لتبص ضوء الشمس والقمر ولو أن خصلة من شعرها بادت لما لأريحها ما بين المشرك والمغرب فبيحصل شيء من الألم في قلب النساء هو كل نعيم ده بيذكر للرجال وما للنساء لهم إيه عملتلك حلقة مخصوصة ما لنساء المؤمنين في الجنة ربنا يا ربي يبارك في نساء المسلمين ويحشرهم في زمرة أمهات المؤمنين في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه في البداية عايز أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائك الرجال المرأة شقيقة للرجل هي مكلفة زي ما هو مكلف هي بتشارك الرجل في التكاليف الدنيوية والدينية وتشارك الرجل في الجزاء الأخراوي يبا التكاليف الدينية الرجل مأمور بالصلاة وهي مأمورة بالصلاة رجل مأمور بكذا وهي مأمور بكذا في أمور هم يتنفصل بها عن الرجال زي الحجاب وفي أمور بينفصل بها الرجال عن النساء إلى غير ذلك لكن في النهاية التكاليف تقريبا واحدة والجزاء الأخراوي واحد قال جل وعلا من عمل صارحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال جل وعلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إذن لا فرق بين الرجل والمرأة في التكاليف الدينية وفي الجزاء الأخراوي ولذلك تجد أن زوجة المؤمن الدنيوية اللي عايش في الدنيا معاه يوم القيامة لما المؤمن يخش الجنة وربنا يكرمه بالحور العين هتبقى معاه زوجته الدنيوية تبقى هي بمثابة الزعيمة اللي هتكون على الحور العين لأنها هتبقى أجمل من الحور العين أضعاف أضعاف ما لا يخطر على قلب بشر في الحديث العجيب الذي رواه الطوراني في الأوسط بسند صعيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غناء الحور العين حينما يغنين نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا نحن المقيمات فلا نضعن أبدا نحن الخيرات الحسان نحن الخالدات فلا يمتن أبدا إلى غير ذلك قالت أمنا عائشة فإذا قالت الحور العين كذلك ردت عليهن نساء أهل الدنيا من المؤمنات ونحن المصليات وما صليتن ونحن المتوضئات وما توضقتن ونحن المتصدقات وما تصدقتن ونحن الصائمات وما صمتن فقالت أمنا عائشة فغلبنا هن الله أكبر اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فعلا الحور العين أمرها ما شافت التعب والمشقة اللي شافته المرأة في الدنيا المرأة في الدنيا تعبت وصلت وصامت ولبست حجابها في عز الحر وراحت تحج واعتمرت وصامت شهر رمضان وتزوجت وحملت وأرضعت وربت وتعبت وخدمت زوجها وخدمت أبوها وأمها كل ده مش ببلاش فبالتالي المرأة المسلمة تحبت كتير جدا جدا فربنا بيكرمها أنها تكون أفضل من الحور العين آلاف الآلاف المرات في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب وشر دي أول هدية للمرأة المسلمة الحاجة التانية ممكن واحدة تعترض وتقول لي طيب وماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح في أعلى درجات الصحة مش نقدر نعترض حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا وأكفرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت المرأة لماذا يا رسول الله قال تكفرن قالت نكفر بالله قال لا تكفرنا بالعشير أو تكفرنا العشير اللي هو الزوج وتكفرنا من اللعن سبحان البلك طيب تروح فينا يا شيخ محمود بالحديث دو وتليه مخرج والله العظيم ليه تفسيرين يا جماعة تفسير الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك معهم مسلك التحذير من الوقوع في الشر زي إيه يعني لما أب يقول لابنه خد بالك يا ابني الله يكرمك أنا عايزك تذاكر وتهتم بمزاكرتك وابعد عن صحبة السوق وابعد عن كذا عن كذا لأن أخشى أن أنت تسقط وترصب وتبقى فاشل بعد كده واحزن عليك وممكن يحصل لحاجة خد بالك مقصود الرجل من ورده كله إيه زاكر يا ابني عشان تنجح واضح كده فكأن النبي بيلوم إيه بيلوم يا معشر النساء أنا عايزكم تتجنبوا حكتين لأن الحكتين دولت ممكن يكونوا أكتر حكتين يدخلوكم نار كثرة اللعن وكفران العشير إن الوحدة يكرمها زوجها سنوات طويلة جدا وطوله ما رأيته منك خيرا قط ده اسمه كفران العشير كفران النعمة خدتبالكم فكأن النبي بيله إيه ابعيد عن اللعن وكوني وفية لزوجك واشكريه اللي بيعملي معاك وأحسني إليه وأكرميه وعندي بعندك حصن تابعه لهذا الزوج طيب واللي فات يا رسول الله تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار عشان ده يكفر اللي انتو عملتو قبل كده ده مخرج للحديث والمخرج التاني ما احنا مش هنقدر برضو نهرب عن نص الحديث وإلا نكون كده بنتلاعب بالنصوص النبي كلام واضح يا معشاء للنساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكنا خلاص رأيتكنا أكثر أهل النار طب ليها مخرج يا شيخ محمود والله ليها ميت مخرج أنا هقول لكم مخرج واحد منه إيه اللي هو لو جيت النهار ده حباب قلبي وقلت يا جماعة محافظة الإسكندرية مزدحمة بالسكان فهل أنا نفيت من خلال كلامي إن محافظة القاهرة أيضا مزدحمة أكثر من الإسكندرية لا ما نفيتش عايز تقول إيه عايز أقول إن النبي لما قال رأيت النساء أكثر أهل النار لم ينفي النبي أن النساء أيضا أكثر أهل الجنة وهذا ما ذهب إليه الحافظ بن حجر ده مش كلام أنا بقى الحافظ بن حجر رحمه الله رحمه الله رحمه الله ساعة في فتح الباري وفي كتاب الفتن بيقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ذلك لم ينفي أن النساء أيضا هن أكثر أهل الجنة ليه؟ هقول لحضرتك لإن من أشوات الساعة الصغرى والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا في أعلى درجات الصحة إن النبي بيخبر إن من علامات الساعة الصغرى وركزه لإن الدرس ده النهاردة في غاية الأهمية لو ما طلقناش من السلسلة ده كلها إلا بالدرس ده كفاية عندي النبي أخبر إن من علامات الساعة الصغرى أن تكثر النساء في آخر الزمان ويقل الرجال حتى يكون لخمسين من أمرأة قيم واحد يعني إيه؟ يعني كل واحد يجاوز خمسين لا هل كل كل خمسين امرأة الرجل واحد هو المسؤول عنهم بينفق عليهم ويشوف أمورهم واحتياجاتهم الحياتية طب وليه هيوصلوا خمسين امرأة قدامها رجل واحد قال لك لثلاث أسباب كثرة الحروب وفي الغالب الذي يموت في الحروب والذي يحارب هو الرجل حاجة تانية إن الرجل هو اللي بيخرج ليسع على الأرزاق فبالتالي هو أكثر الناس عرضة للحوادث والموت والحاجة التالتة إن ده أمر قدري ربنا هيقدروا في آخر الزمان إن يكون عدد موليد النساء أكثر من عدد موليد الذكور ولذلك أنا وأنا بكلمكم الآن ومعاكم هوت في هذه اللحظة عدد النساء في الكون في الكرة الأرضية الآن بالنسبة لعدد الرجال عشرين إلى واحد وهيزداد عدد النساء وهيوصل في يوم من الأيام زي ما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى واحد إلى خمسين رجل قدامه خمسين امرأة تعالوا نحسن بقى حزبة كده بسيطة طيب يوم القيامة حبيب قلبي لو خمس نساء ربنا يعافيك يا رب لو خمس نساء دخلوا النار ودخل قدامهم رجل واحد يبقى ايه النساء أكثروا أهل النار حلو كده طيب بص بقى في الوجه المقابل الله يبرد فيك ما تبصش للنار بس بص للجنة ده النساء دول كانوا خمسين خمسة دخلوا النار فاضل قديه خمسة واربعين لو الخمسة واربعين دخلوا الجنة من النساء وقدامهم رجل واحد يبقى برضو النساء أكثروا أهل الجنة واتحت المشكلة الكبيرة ديت يبقى حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يا معشا النساء وبعدين خد بالك ده النبي قال الكلام ده إمتى يا جماعة ده يوم عيد حد ما واحدة كاتبة مش واخد بالها مش فهم الحديث ومش عارفة سند الحديث قالت لا الحديث ده مش ممكن ده حديث موضوع معقول النبي الجميل اللي كله زوء يروح للنساء بدلا بيلوم يوم العيد كل سنواته طيبين وعبال العودة وربنا يعد علينا الآن بخير يروحوا يلوم أنتوا من أهل النار ده النبي كأنه بيقول لهم ما تقتلوش الفرحة في قلوبكم كترهم الصدقة والاستغفارة علشان تنجوا من النار ما أنا ممكن في مناسبة سعيدة أقول لك كل سنة وانت طيب وألف مبروك وممكن في نفس المناسبة أقول لك الله يبري فيك حافظ على النعمة اللي ربنا ادهالك لإني أخشى عليك إن انت تفقد النعمة دي ده برضو من باب الحب من باب الحب إن أنا بوصيك بالخير وبمنعك من الشر هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن سيرين قال اختصم الرجال والنساء أيهم أكثر في الجنة من اللي أكثر في الجنة الرجال والنساء فإما تفاخروا وإما تذكروا فقال أبو هريرة واحتج بأن النساء هن أكثر أهل الجنة بحديث النبي الذي رواه مسلم حينما قال إن أول زمرة يدخرون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يرونهم على أشد كوكب دريم في السماء إضاءة لكل مرئ منهم زوجتان اثنتان الله فاستدل بهذا الحديث على إن النساء في الجنة أكثر من الرجال والدليل على كده إن كل رجل له زوجتان ده غير ده كلان ده منحور لأين ده غير بقى نساء الدنيا تعالوا نكمل مع بعض ما لنساء الدنيا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى ولكن بعد فاصل قصير صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة النهار ده هدية هدية لكل أخواتي وأمهاتي وبناتي لكل نساء المسلمين في الدنيا عشان ما فيش واحدة يأس من رحمة ربنا في يوم بالأيام والله العظيم دخلت مكتبة كلام ده في التسعينات والله العظيم أنا لا أعرف اسمه مصنف هذا الكتاب دخلت لقيت كتاب مرصوص في المكتبة بشكل مش طبيعي خمس نسخ وراء بعضها ووراها بقى إيه نسخ خطيرة فلقيت الكتاب مكتوب عليه النساء أكثر أهل النار ومرسوم عليه صورة وش واحدة كده وطالع من بقها نار فقلت لصاحب المكتبة الرومانسية اللي انتو فيها ديت يعني النساء أكثر أهل النار ورسم لوحدة طالع من فامها النار قال لي قال سبحان الله وده مش حديث صحيح شكرا ما قلت له حديث صحيح لكن إحنا اللي فاهمينه غلط ووضحت له بقى الكلام اللي أنا قلته لكم إن النساء هيكونوا في آخر الزمن جاء جماعة كل رجل قدامه خمسين امرأة في العدد في العدد يصبح الرجل ده مسؤول عن خمسين امرأة سبحانه الملك فقلت لما يخش خمسة من النساء النار ربني عافيك يا رب ويخش معها رجل يبقى النساء أكثر أهل النار لكن بص بقى في الوجه المشرك الآخر إن خمسة واربعين امرأة أنا طبعا لا أقصد العدد ده عيني شان ما حاجيش حد يقول ده الشيخ محمود قال في خمسة يا خش كده وخمسة واربعين ده أنا بدي مثال فلو دخل خمسة واربعين الجنة ومعهم رجل واحد يبقى النساء أكثر أهل الجنة الإمام القرطبي كان ليه رأيه برضو جميل جدا جدا قال إيه قال النساء أكثر أهل النار قبل أن تبدأ الشفاعات فإذا بدأت الشفاعات وخرج عصات الموحدين من النار إلى الجنة كنا أكثر أهل الجنة الله اتحلت المشكلة الأولى يا نساء المسلمين اتحلت المشكلة الأولى يا إخوان وإخواتي وإباء وإأمهاتي حلنا المشكلة أتحلت المشكلة يبقى لو النساء أكثر أهل النار فهن أيضا أكثر أهل الجنة وده نتيجة العدد الكبير للنساء ودي بشة جميلة للنساء لإني أنا أعلم أني كان بتوصن الناساء الأحيانا من بعض النساء أنهم يعيزن بنلقوا وقعوا في مرحلة اليأس ما دلنا إحنا زي ما بتقولوا أنهم أكثر أهل أو أني إحنا أكثر أهل النار خلاص بقى هنعبد ليه ونلبس حجاب ليه ونعمل ليه أبدا إن شاء الله النساء أيضا أكثر أهل الجنة وقد ذكرت الأدلة العلمية كلها قول ابن حجر قول الكرطبي وذكرت الحديث الاذراء مسلم وستدلال أبي هريرة بأن النساء أكثر أهل الجنة وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل رجل منهم زوجتان اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طيب إحنا كده ذكرنا الشبهة اللي بتقول أن النساء أكثر أهل النار وأنهم خدوا بالكوا والنساء أيضا أكثر أهل الجنة حاجة تانية طيب النساء ليهم إيه في الجنة ما أنتوا دائما بتذكروا الرجال ليهم حور العين والمتعبأ والنظر واللزة وينظر في وجهها في مرآة خدها أربعين سنة لا تمله ولا يملها ويرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة من الحسن والجمال ومال النساء ليهم إيه عدي معايا أخت الفاضلة رقم واحد ربنا هينشئك في الجنة نشأا آخر لو مدتي ربنا يديك طلط العمر مع حسن العمل لو مدتي وعمرك تامانين سنة أو تسعين سنة ووشك كرمش واسنانك وقعت وبقيت مش شايفة قدامك ربنا هينشئك نشأ جديد خالص دخل النبي يوما على أم عائشة فوجد عندها مرأة عجوزا فقال من هذه قالت إحدى خالاتي يا رسول الله فضحك معها وقال أما تعلمين أن الجنة لا يدخلها عجوز فبكت المرأة بكاء شديد يعني عشان عجزت بشيخش الجنة فبكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لا تدخلينها وأنت عجوز أما سمعت قول الله عز وجل إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أطرابا الله زوجة حضرتك اللي عندها سبعين ثمانين سنة اللي أنت شايفه قدامك خلاص يا عيني تعبت وعجزت وكبرت وإسنانها وقعت في يوم الإيامة في الجنة هتعرفها بصعوبة هتلاقي واحدة أجمل من أجمل امرأة وجدت على وجه الأرض مليارات المرات الجمال اللي يبقى أكبر من جمال الحور العين الحور العين اللي النبي قال لو أن بعضها بنانيها جزء من صباحها بادة ظهر من السماء لطم صدقوه ضوء الشمس والقمر زوجتك هتبقى أجمل منها اللي النبي قال عنها لو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب زوجتك هتبقى أجمل منها اللي كان عندها سبعين وتمانين سنة وخلاص وخلصانهم الشايفة قدامها إن أنشأنهن إن شاء فجعلنهن أبكار ترجع بك له مرة تانية عربا العروب هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب والعشك والغرام لزوجها في الحلال في الدنيا كنت تقول لزوجتك بحبك فتقول لك جزيك الله خيرا ما تسمعكش كلمة حلوة مكسوفة تكلمك مكسوفة تبدلك كلمات الحب في الجنة بقى تتفنن في كلمات الحب والعشك والغرام في الحلال عربا أطرابا أطرابا في سن واحدة عشان تتحل مشكلة النساء بيبقى لوحدة عندها مثلا 20 سنة تسألها عندي كم سنة تقولك عندي 20 سنة وفرحانة طبعا لسف عايزة شبابها بعد 30 سنة لو سألتها عندي كم سنة تقولك 19 ومشة في 18 ليه مش عايزة تكبر عايزة تفضل عطل صغيرة ولزيك تبقى كبيرة في السن وتتنرفز منك لو قلت لها لو سمحت وعندي كم سنة تبقى عايزة تكلك إنما في الجنة بقى تتحلل مشكلة الكل رجالا ونساء الكل يحشر في سن 33 سنة هو السن الذي رفع فيه يا عيسى عليه السلام إلى السماء الدنيا بأول منحة للنساء إن أنشأنا هنا إنشاءا ربنا هنشئك نشأا آخر لأنت محتاج لمراكز تجميل ولا نفخ حواجب ولا طرقعة ودان ولا أي حاجة خالص من مرة هتروحي هناك ملكة جمال في الجنة الحاجة التانية إنك تكوني مع زوجك في الجنة الحاجة التانية إن أنت هتكوني مع زوجك في الجنة زعيمة الحور العيني اللي مع زوجك وزوجك لا يرى إنه واحدة من الحور العين أفضل منك بل أنت في عينه أفضل من كل الحور العين ليه؟ فغلبنا هن قول أمنا عائشة لأن الحور العين لو تفغرت عليك أتقول لها لا أنت لا صليت ولا صمت ولا توضيت ولا تصدقتي ولا تعبتي مع زوجك ولا أسرتك ولا أولادك أنا اللي تعبته أنا اللي بزلت أنت خلقت فقط للنعيم في الجنة يبقى إمرأة مؤمنة في الدنيا أفضل من كل الحور العين اللي موجودين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى رقم ثلاثة أن الرجال هيبقى معهم الحور العين طب والمرأة المؤمنة اللي صلت وتعبت وصامت ولبسة حجاب وبذلت كل الجهد ده هتجاوز مين؟ أقول لكم لو إن واحدة في الدنيا ما جاوزتش وماتت وهي ما جاوزتش ففي أيضا ناس شباب مسلمين ماتوا ما جاوزوش فربنا يجمعهم في الجنة ويجاوزهم لبعض ليه الميزة في رجل الدنيا؟ رجل الدنيا ده يوم القيامة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في الحديث اللي دلقوا طوراني في كبير بسند صحيح إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهد والجماع وكل هذي تستمتع به المرأة والزوج في نفس الوقت يبقى هذه متعة كبيرة إنه يبقى زوجها حبيبها اللي كان معها في الدنيا طب لو ما كانش زوجها في الدنيا يبقى زوجها في الجنة لو ما كانش هو اتجوز وهي ما اتجوزتش طيب الحالة التانية اتجوزت واتطلقت ما اتجوزتش تاني فيه برضو الشباب يتجوزوا وطلقوا ومش لازم يجمع المطلقة مع المطلق يعني ممكن يجمع المطلقة مع المطلقة موحي ما اتجوز يعني ما اخصدش الترتيب ده أخصد يعني زوجة جاية في الآخرة وهي من هاش زوج والزوج جاي في الأخرة في الجنة وهو مجرد زوجها فربنا يجمعهم مع بعض واحدة جوزت وجوزها مات وهي عيشة وما جوزتش من بعضه لكن هو دخل النار وهي دخلت الجنة فربنا يزوجها من زوج من المسلمين اللي ماتوا ما جوزوش ودخل الجنة طيب خلصوا الرجال ما انتعرفين احنا قلنا النساء عددهم بالنسبة لرجال 1 إلى 50 الرجل قدامه 50 امرأة فبالتالي عدد النساء في الجنة كبير جدا جدا وعدد الرجال مش قد عدد النساء فيخلق الله خلقا آخر وينشئ في الجنة نشأا آخر من الرجال المطهرين الذين لم يعصوا الله طرفة عين فيزوجهم من نساء المسلمين الدليل يا شيخ محمود الله يبال فيك عايزين كلام كده حاجات كده مطلقة كده وخلاص عايزين كلام مقيد بحديث النبع السلام وانا بقول لكم اي كلمة قولها ما لهاش نص لا في كتاب ولا في سنة ولكن انك سمعتها مني حديث روال بخاري ومسلم في اعلى درجات الصحة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها لا تزال جهنم يلقى فيها ايه الناس والحجارة وخودها الناس والحجارة وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد الى ان يضع الجبار جل جلاله وتقدست اسماءه يضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها الى بعض وتقول قد 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 امتلأت خبالك اما الجنة فيكون فيها فضل يعني لسه فيها اماكن فضية كتير جدا فينشئ الله لها خلقا اخر فيسكنهم الجنة الله وفي الغالب هيكون اكترهم رجال لسبب ليه انا مقولش كلهم بقول اكترهم ليه علشان يتجوزوا نساء المؤمنين اللي دخلوا الجنة وليس لهن ازواج اخر معلومة نقولها في هذه المعلومات اللي قلناها لنساء المسلمين عايزين نقول ان المرأة لاخر ازواجها لو واحدة جوزت مرة واثنين وثلاثة واربعة يوم الايام هتكون في الجنة المين في بعض في حديث بيقول ان المرأة ستكون لأحاسنهم اخلاقهم والحديث ضعيف لكن الحديث الصحيح ان المرأة تكون لاخر ازواجها اخر ازواجها مين بس يكون من اهل الجنة ما يكونش من اهل النار فلو جوزت واحد وبعدين طلقت منه وجوزت تاني ومات او مثلا او طلقت وبعدين جوزت التاني وتده كان اخر واحد وهو دخل الجنة وهي دخلت الجنة تكون لاخر ازواجها خطب معاوية ابن ابو سفيان ام الضرداء وارادة انها تزواجها بعد ما وتقبت الضرداء بفترة فقالت اني سامعت ابا الضرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لاخر ازواجها عايزة تقول له انا عايزة عايش مع ابي الضرداء في الجنة حزيفة قال لزوجتي ان شئت ان تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي من بعدي اسماء بنت ابي بكر كانت متجوزها الزبير ابن العوام فكان احيانا يقص عليها يضربها راح تشتكت لابي بكر له ابوها فقال اصبري يا بنياتي فان المرأة اذا كانت قد تزوجت من رجل صالح ودخلت الجنة يكون زوجها في الجنة اذا كان هو طبعا من اهل الجنة ولذلك حرم الله على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انهم يتزوجوا بعد النبي لانهم ازواج النبي في الجنة ولذلك لما النبي طلق السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قال جبريل له يا رسول الله ان ربك يأمرك ان تراجعها فانها عابدة صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة دي كان بعض الاشياء التي لنساء المؤمنين في الجنة ربنا يجمعكم مع امهات المؤمنين في الجنة ولا تنسوا الشعار الذي رفعناه ولا ذي سلسلة وماذا اعددت لها الحجاب يا نساء المسلمين الصلاة العبادة اطاع لله عشان ربنا يكلمك بكل الاشياء التي ذكرتها لك في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم محبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته